السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب معكم المحتوى المفيد ولا تنسون اللايك والاشتراك تكلمت شركة AMD عن الجيل الثالث من معالجات الأجهزة المكتبية وفيقا 7 نسبة إلى 7 نانوميتر والصراحة كنت تتوقع الشركة تورينا بعض المعلومات عن تصميم النافي وهي السلسلة الجديدة من كروت الشاشة ونقول إن شاء الله تنزل في منتصف السنة خلونا نتكلم عن المعلومات اللي عرضتها الشركة لمعالجات الجيل الثالث طبعا للأسف الشركة ما عرضت السلسلة كاملة لكنها حمستنا للجيل الجديد من المعالجة الجدير بالذكر أن ليسا سو السيئو لشركة AMD عرضتها المعالج بدون الليد أو الغطاء طبعا شفنا شيء في الرحنة والسبب كالتالي بناخذ المعالج ثريد ريبر 2950x كمثال طبعا المعالج هذا 16 كور و 32 ثريد وسعره 880 دولار تقريبا وحجمه هائل وتم تصنيعه على 12 نانوميتر وهذا مخصص للكونتنت كرييتر ومثل ما نشوف في الصورة أربعة من الداي وكل داي فيها 4 كورس والمجموع 16 أما المعالج الجديد فتم تصنيعها على السغل نانوميتر وهذا يعني أن حجمه أصغر بالضعف ومثل ما نشوف بالصورة أن القطعة هذه اللي بالزاوية هي عبارة عن اثنين من المعالج السابق طبعا المعالج بيجي السوق ب 8 كورس وهذا الأكيد وهناك توقعات أن 16 كورس بيجي السوق أما 8 كورس المعلن أنه فهو منافس للمعالج قيمتها 500 دولار واسم المعالج 9900K والشركة عرضت البنشمارك وكان المعالج يفوق منافسه طبعا الشركة ما أعلنت بشكل رسمي سرعة المعالج أو عدم وجود المعالج 16 كورس لكن مثل ما شفنا بالصورة في مكان للداي الثاني الشركة امتنعت عن التصريح لأي معلومات أخرى لكنها أعلنت أن المعالج الجديد بيدعم PCIe 4.0 وهذه مقارنة تمت بواسطة موقع أنانتك وهي عبارة عن AMD Zen 2 المعالج المذكور أعلى مع انتل i9 9900K وكما نشوف الجدول هذا كل شيء كما أعلن وكما هو موجود بالإنترنت ما عدا الـ Chip Power اللي هي الطاقة والـ Pre-Brief Cinebench Multi-Threaded Core وآخر معلومة صرحت فيها الشركة عن الجيل الجديد أن المعالجات بيتم توفرها في السوق في منتصف عام 2019 أما الجيل الجديد من كروت الشاشة فاسمه Vega 7 ومثل ما نشوف مواصفاتها على الشاشة الشيء الجديد بالذكر أن الكرت للـ Gamer والـ Content Creator صرحت AMD أن الكرت الجديد Vega 7 أسرع من الـ Vega 64 بـ 20 إلى تقريبا 42% وهو أفضل بشكل عام بـ 29% مع أن الكرت مصنوع على نود أصغر اللي هي 7 نانوميتر إلا أن الطاقة الاستهلاكية مثل الـ Vega 64 طبعا الشركة عرضت مقارنة بنشمارك بين كرتها الجديد والـ NVIDIA RTX 2080 ومثل ما نشوف بالصورة أن الكرت أفضل من الـ NVIDIA RTX 2080 بنسبة لا تكاد تذكر لكن من خبرتي في عرض الشركة لكروتها أن الكرت بيكون أفضل في بعض الألعاب والبعض الآخر بيتعادل والألعاب أخرى بيخسر لكن الصراحة ما توقعت أن الشركة بتقدم كرت هاي اند بالمستوى الرعاة هذا لكن السعر شوي عالي وهذا السعر بالضبط مثل NVIDIA RTX 2080 طبعا بيتوفر الكرت في اليوم السابع من الشهر الجاي وهذا شكل الكرت وتقدر تطلبه من الموقع الرسمي لـ AMD وشكرا لكم على المشاهدة كان معاكم المحتوى المفيد